اتصرى فشل المحادثات لتشكيل حكومة جديدة في المانيا في التاسع عشر من الشهر الجري براز سؤال حول المستقبل للحكومة الالمانية الان نتابع تقريب تالي حفظ التحالف المسيحي بقيادة انجيلا ميريكل على مكانته الاولى في انتخابات البرلمان الاتحادي الالماني سبتمبر الماضي لكنه لم يحصل صوى على نحو ثلث مقاعد البرلمان وبات بحاجة الى تشكيل اتلاف مع احزاب اخرى وفي المأزق الحالى يمكن لتحالف ميريكل التعاون مع الحزب الديمقراطي الاشتراكى مرة اخرى لتشكيل اتلاف كبير في الوقت نفسه اعرب الحزب الديمقراطى الاشتراكى عن استعداده للاجتماع مع ميريكل والقيام بالمفاوضات بشأن تشكيل الحكومة لكن اذا لم ينجح التحالف والحزب الديمقراطى الاشتراكى في تشكيل حكومة جديدة يبقى امام ميريكل خيار حكومة اقلية او انتخابات جديدة هذا ووفقا لمسح اجرته وسائل اعلام المانية ايد 49.19% من المستطلعة اراءهم استئناف الانتخابات العامة في المانيا فيما ايد 20% تشكيل حكومة اقلية وايد 18% تشكيل ائتلاف كبير ودعم فقط 2.19% ائتلاف التحالف المسيحي والحزب الليبرالي وحزب الخضر